انا لكم مشاهدين الكرام مع فقرة جديدة وفقرة حياتنا احلى فقرة حياتنا احلى الحقيقة بتعتمد دايما على فيه فوكس معين من صلة الضوء على حاجة لها فويد لها حاجات مختلفة احنا ما كناش واخدين بنا منها والنهاردة هنصلة الضوء عليه هي ايد الهون الحقيقة ايد الهون معروفة من قديم الازل موجودة في كل بيت مصري اصيل الحقيقة هي من التراص العظيم بتاعنا ايد الهون النهاردة الجديد فيها ان احنا جاين نقول ان لها خمس استخدامات مش بس زي الطريقة المعتادة بتاعتها التقليدية اللي احنا كلنا عارفينها بنستخدامها في يعني ممكن نكون في فارم الطوم في حاجات كتير لا فيه خمس استخدامات لأيد الهون النهاردة اول حاجة لأيد الهون بنستخدامها هو دايما اي بيبي بينور الدنيا بنعمله سبوع جميل جدا ولازم السبوع ما بيخلوش من ايد الهون عشان يقدر يعني نقول له اغاني جميلة ونقول له جمل جميلة على اسماع هذا البيبي طيب الحقيقة بنقول انه ده بيخلي البيبي صحصح اكتر يخلي يوسع الازم بتاعته بيخلي عنده يعني نقول حاسة الاستماع اعلى واعلى مع ايد الهون دي لانها هي عادة تقليدية وموجودة عندنا من القديم الازل وما ينفعش اي بيبي بيجي نور الدنيا الى ما لازم نعمله السبوع الجميل بتاعه وهو معاه طبعا لازم ايد الهون بتاعته طيب كمان معانا استخدام تاني ايد الهون وهو طبعا ايد الهون كتير من الناس بتستخدمها بقت بدل الشاكوش كلنا عالفين انه بقاش في بيديوتنا دلوقتي ما يطلق عليه باداة الشاكوش بقى ايد الهون يعني بديلة عنها قوي جدا لانه موجود وسهل كمان استخدامه طيب بنستخدم ايد الهون في ايه تاني بنستخدمها في انه ممكن نضحم بيها حاجات ممكن نستخدمها في ان البيبي يتكلم ممكن نعمله بيها اشارات دي كانت فقرية